موسيقى نفى أمين السري جماعة الإخوان المسلمين محمد عقل استقالة القياد سالم الفلاحات من كافة المواقع التنظيمية للجماعة وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن تقديم الأخير لاستقالته وهو خارج البلاد ورغم النفه إلا أن مصادر تؤكد استقالته في وقت يتواجد فيه المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد والفلاحات في تركيا لبحث الخلافات التي تدور داخل الجماعة طالبت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح رئيس الديوان الملكي فيز الطرون بأن تكون اللقاءات التشاورية التي ستنطلق الاثنين في قصر بسمان مع الكتل النيابية لتشكيلة الحكومة المقبلة في مبنى مجلس النواب ويستهل الطرون مشاوراته بليقائه صباحا كتلتي وطن والتجمع الديمقراطي للإصلاح فيما يستأنف جولة مشاوراته الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين أكدت وزارة الخارجية مواصلتها متابعة قضية اعتقال المواطن الأردني خالد النطور في الرياض في وقت نفت فيه وجود أي تدخلات شعبية لحل القضية وقال السفير الأردني في السعودية جمال الشميلة إن السفارة تقوم بالإجراءات اللازمة للإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن بعد تلقيها وعودا رسمية سعودية بأن الموضوع في طريقه للحل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شد العساوي شقيق الأسير المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية سامر العساوي من منزله ببلدة العسوية وسط مدينة القدس المحتلة كما هدمت خيمة الاعتصام مع الأسير في باحة الجامع الأربعيني الكبير لمنع الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية مع الأسير اشتركوا في القناة